تنظم أمنة المرأة بحزب حماة الوطن بالشرقية مؤتمرا حزبيا وجماهيريا للمرأة وذلك بهدف تشجيع وتواية السيدات بضرورة المشاركة السياسية ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة والمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة الزميل محمد عبدالصابور مراسل أنيل الأخبار محمد متابعتك للحملات والفعاليات بشكل عام أدى عمل المراشح الرئاسي وتحديدا في محافظة الشرقية محافظة الشرقية هنا وتحديدا على مستوى حزب حماة الوطن يعني كل أعضاءه وقياداته ينطفضون من أجل دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان هناك سلسلة من المؤتمرات بدأت ولم تنتهي وستظل حتى فترة الصمت الانتخابي ولكن هذه المرة هذا المؤتمر ذات طابع خاص وهو على مستوى السيدات أو عظيمات مصر على مستوى قيادات حزب حماة الوطن على مستوى المرأة المصرية والتي طالما نالت الكثير من الحقوق والاستحقاقات وأيضا المزايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتالي هذا المشهد ليس غريبا أن نرى المرأة داخل حزب حماة الوطن تصطف بهذه الطريقة دعما وتأييدا لسيد الرئيس سريعا هذه اللقاءات معي الدكتور أشرف سعد سليمان أمين حزب حماة الوطن ما هي الرسالة من هذا الملتقى الخاص بالسيدات؟ أهلا بيكو إحنا إيمانا منا بدور المرأة المصرية في المجتمع المصري وتأثيرها القوي جدا على الزوج والابن والأخ وجران وكلام من ده كنا حرشين نحن نعمل النهاردة مؤتمرنا للسيدات لأن احنا بقينا في المرسون في اللحظات الأخيرة فضلنا عالي من أسبوع وكنا حرشين أن هما يقوموا بدور توعية قوية جدا لهمية اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي ودفع كل الناس للتواجد أمام سنديق الاختراع لأن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنسبة لنا هو اختيار استراتيجي لخطورة المرحلة لدينا كم بالإنجازات العظيمة لتعاملت الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير وما زال لديه الكثير ولكن دكتور عز عبدالعزيز أمينة المرأة بحزم حماية الوطن عايزة تقولي ايه النهاردة او ايه الرسالة اللي انت عايزة توصلي عايزة اقول للمرأة هنيئا لكي انت بتعيش عصرك الزهبي لمدة ثماني سنوات في عد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتحققت أحلامك المستحيلة نلتي أكبر المناصب القيادية والوزرية في مصر وتعدلت لكي القوانين والتشريعات للحفاظ على حقوقك بقول انزل والشارك لأن المشاركة في الانتخابات ده واجب وطني وأمانة في رقاب النخبين مصر بتمر بظروف سياسية استثنائية فواجب علينا سياسة التوحد والاستفاف الوطني ودعم التجربة الديموقراطية دكتورة ماريز اسكندر أمينة المواطنة يعني فيه سوايني عايزة تقولي ايه الرسالة بتاعتها حزب حماية الوطن مسيحي مسلم انزل شارك في الانتخابات في صندوق الاقتراع سيداني جد أمين المصريين في الخارج عايز تقولي النهاردة في رسالة سريعة لما ان المجتمع وهي اللي حتى تنزل جوزها وابنها وهي وجرتها وجرانها فاحنا جينا النهاردة عشان ندعمهم ونحسهم على الاستفاف يوم 10-11-12 امام السنة دكتور أمل أمينة المراسم في حزب حماية الوطن رسالة سريعة عايزة توصليها من خلال هذا بقول كل امرأة يا قوية يا عقلة يا مستنيرة يا حكيمة انزلي وكمل مشوارك نعم النهاردة حضرتك اتفضلي سريعا كده ايه الرسالة من هذا المؤتمر طبعا تأييد للفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقول لكل ست مصرية صاحبة أسرة انزلي وأسرتك وأولادك وصحابهم وانزل وشارك وايد للمسيرة نعم استمرارة لمسيرة المرأة المصرية سريعا في رسالة سريعة طبعا بعلن تأيدي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرارا للاستقرار والتنمية وعزة مصر وكرمتها نعم وسيزة مجدة عايزة تقولي ايه كمرأة مصرية شرقوية قبل ايام قليلة من انتخابات وصباق الرئيسة انزل وشارك النجمة احنا معاك يا رئيس ايد واحدة مسلم ومسيحي راجل وسد وان شاء الله ربنا يوفاه باذن الله احنا كلنا تحت امر سيادة الرئيس السيسي وبنقيده وكل سيدات مصر ان شاء الله هكون في المعاد والمكر باذن الله وبنقيده وبنقيده المرأة المصرية وحضرتك طبعا امين مدينة مركز زازيق جاي نهاردة دعم المرأة تقول لها ايه نهاردة خلال هذا المرأة هي كل المجتمع هي الام والاخت والابنة والزوجة فاحنا النهاردة من خلال حزب عموة الوطن امينة محافظة الشرقية امينة المرأة النهاردة بتنظم مؤتمر لسيدات مصر دعما لفخامة سيد الرئيس وبتحس المرأة المصرية انها تشجع على النزول انها تنزل وتشجع بيتها وجرانها على النزول ان شاء الله الانتخابات والمشاركة ان شاء الله حضرتك عايزة تقولي النهاردة في رسالة سريعة كده قبل انتخابات الرئيس بقول كل ستة شرقية وكل ستة مصرية تنزل وتشارك واحنا معك رئيس يعني زمينات العزيزة هم عظمات مصر هم اعضاء حزب حموات الوطن اليوم بيعقدون مؤتمر جمهريا لدعم السيد الرئيس ولكن بطابع نسائي نظرا لما حصلوا عليهم من الكثير من المزايا على مستوى كافة القطاعات وكافة الحقوق محمد عبدالصابور اشكرا جزيلا شكرا على هذه المتابعة من محافظة الشرقي